أين أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل وإلى غاية السابع واللعشرين من الشهر الجاري تسع وخمسين حالة إصابة بداء الكوليرا مؤكدة مع ست وعشرين حالة سلبية من بين مائة واثنان وسبعين حالة استقبلتها المستشفيات منذ السابع من شهر أوت حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة وأوضح ذات المصدر أن الحالة المسجلة المؤكدة بالولايات الخمس تخص كل من البويرة بتسجيل ثلاث حالات البوليدة بثلاثين حالة تيبازا أربعة عشر حالة الجزائر العاصمة إحدى عشر حالة المدية حالة واحدة مؤكدة بأنه لم يتم تسجيل حالة وفاة أخرى باستثناء الحالتين التي تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البوليدة سابقا وقد تم تكفل بكل المرضى على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسيا القطار سابقا والمؤسسة العمومية الاستشفائية ليبو فاريك أين أوضح كذلك بيان لوزارة الصحة بأن 66 حالة غادرت المستشفى والحالات المتبقية تشهد وضعيتهم الصحية تحسنا مستمرا ترجمة نانسي قنقر